موسيقى أحباء المشاهدين والمشاهدات أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحياة والناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمرضه فتمرض اللي احنا شفناه في الأيام الماضية عبارة عن مهزلة تسمى محمد قمصان ادعى منذ أربع سنوات مرض لعين يسمى بالسرطان محدش يتمنى أنه أصلا يفول على نفسه بهذا المرض ولكن الباشا منذ أربع سنوات كان بيطلع على وسائل السوشيال عن طريق البوستات والفيديوهات واللايفات بيتكلم فيها أنه مريض بالسرطان ومؤخرا زهر هو والدته وبيتكلم وقال إيه وصية أخيرة وما تدفنونيش بالنهار ما تدفنونيش بالليل علشان بخاف من الظلمة ادفنوني بالنهار مهازل هنعرفها وهنشوفها بصراحة يعجز اللسان عن وصف هذا البنى آدم بالكلمات تعالوا كده نشوف الخبر خبر قدامكم على الشاشة محمد قمصان أربع سنوات من الخداع بالسرطان محد الشاف اللي شفته الببقى أربع سنوات حاول خلالهم خداع الجميع أنه مصابا بالسرطان ولم يكف عن تدوين منشورات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طارة لكذب تعاطف الناس وأخرى طالبا دعوتهم وسالسة خلال تكريمه في مختلف الفعاليات ورابعة بصحبة والدته عبر تصوير فوتوسيشن مرتديا تيشيرت باللون الأبيض مدونا عليه عبارة قمصان أقوى من السرطان وتعاطف معه نحو سبعون ألفا من الأشخاص عبر الصفحة لتنكشف الخدع عقب وصيته الأخيرة الشهيرة التي أوصى فيها بدفنه نهارا الباشا كده بالبلد بقى كما تعودتم مني عايزة شهر المعلم عايزة شهر فيقوم عامل إيه عامل كده موضوع اخترعه فقال لك أنا مصاب بالسرطان مين اللي كان الشريك معاه والدته ستة كبيرة رجل وراء ورجل قدام مش عارف هي كانت سكتة على المهزلة دي إزاي حاجة كده في قمة الإشمئزاز حاجة تستدعي إن الواحد يتقيق من اللي بيشوفه من مهازل واللي بيشوفه من حوارات ومن يعني هيافات الناس الباشا قال لك أنا عايزة يعني أبقى نمبر ون أعمل إيه ألعب في حتة حساسة أنا مريض بالسرطان واروح أحلق شعري وحواجبي وخلاص أطلع واتكلم ونزل بوستات علشان الناس تتعاطف معايا علشان أتشهر وقد كان والناس اتعطفت معاه أقصر من سبعون ألفا تابعوه وتعطفوا معاه ودعوه الباشا عمل إيه بقى كل لما حد ييجي يتكلم يقوله هاتلي إثبات يهرب طب وريني الإشاعات عشان أساعدك ما يردش مؤخرا ردوده على الناس اللي كانت بتساعده لما بدأت تكشف أو بدأت تكشف خداعه ما الكوش دعوة أنا حر أعمل اللي أنا عايزه قبل ما يتم القبض عليه وده جاي ما تستعجلوش قلنا نمشي واحدة واحدة عشان نشوف إحنا وصلنا لإيه بقى المرض كمان يعني بيبقى وسيلة من وسائل وسائل الشهرة في هذا الزمان حاجة كده أستغفر الله العظيم يا رب لا لها وصف ولا لها تعبير ولا لها أي شيء خالص لما يكون شاب وأمه يشتركان في تداعي المرض لينالوا الشهرة أو مكاسب مادية الله أعلم بنيتهم إيه فإحنا وصلنا الفين بالزبط في إيه يعني في إيه بالزبط طيب هناخد المستشار أيمن محفوظ الأول سيادة المستشار مسائل نور مسائل خير يا إبراهيم ما هو الكنترول قال المستشار أيمن محفوظ معاي معاك يا فاندي آه مسائل نور يا معاي المستشار ما هي وجهة نظر حضرتك في المدعو محمد أمصان والمهازل اللي بتحصل ديه أولا أنا بشكرك جدا على إصارة الموضوع المهم جدا دوت بس قبل ما نتكلم فيه عايزين نقول نقطة مضيئة بتعيشها مصر النهاردة وهي افتتاح كاس العالم للشباب في حين إن الدنيا كلها بتقفل مصر بتستضيف مصر بتنتصر يا معاي المستشار وبحضور السيد الرئيس النهاردة آه بتستضيف مصر النهاردة 32 فريق وبتقيم كاس العالم للشباب مصر فعلا النهاردة بتنتصر طيب أنا هختم هختم كلامك بتحية مصر ويحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بس علشان ما نخرجش عن سياق موضوعنا يا معاي المستشار أنا سألتك سؤال ما هي وجهة نظر حضرتك في المدعو محمد أمصان أنا شايف إن الرغبة في الشهرة السريعة والصراء بلا عمل وانتهاج قيم المجتمع من محمد أمصان ووالدته اللي هي شريكة معاه بالأسف بدعاؤه الوهمي بصبطه بالسرطان وفي محاولة الكذب تعاطف غير مستحق دي جريمة كبيرة جدا أنا شايف إن هي لازم نعامل الراجل ده بأقصى عقوبة نيابة العامة أمرت بحبسه وجهت له بعض الاتهامات زي نشر أخبار كاذبة وتجدير السلم العام وقبض تبرعات بدون وجه حق ولازم يعاقب أشد عقاب ليكون عبرة عبرة لمن يعتبر عشان المرض مش لعبة واللعب والعبس بعقول المواطنين والمرضى بالأخص مرضى السرطان خط أحمر طبعا 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 أنا كمان بأضيف وبطالب سلطة التحقيق بإضافة جرائم أخرى إلى مجموعة الاتهامات التي وجهت إلى محمد أمصان ووالدته شاركته في هذا الجرم الشنيع اللي أفقد الثقة بين الناس وبنع التعاطب من مرضى السرطان الحقيقيين زي جريمة النص بالمعاقب على العب المادة 336 وعايز كمان أضيف التهام مهم جدا تبقى للمادة 3 من القانون 49 بسنة 33 بشأن مكافحة جرائم التسول لأنه هو المادة 3 نصت على أن من يدعي عها في جسم قصد التسول معاقب عليه بالحكم بالحبس عايزة أنا في ناس بتتهمني أن أنا قاسي جدا على محمد أمصان ووالدته لا الجريمة نقرأه جريمة مثل هؤلاء الناس لازم يكون في عقاب رادع ليكونوا عبرة علشان ما حدش يعمل كده ولا يعبس بعقول الآخرين يا معاني المستشار نقرأ بضع التهمات أخرى على التهمات التي وجهتها له النيابة العامة وتوجيه أقصى قوبة لي طبقا لنصوص المواد الاتهام التي اتهمته بها النيابة العامة زائد إضافة إلى برضو هذه الجريمة التي ذكرتها هناك جريمة استغلال الإنترنت على نحو مخالف للقانون وإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد تسهيل ارتكاب جريمة لا دا مش في جريمة واحدة دا عنا في عقاب دا جرائم دا جرائم دا جرائم ارتكابهم هذا الإنسان العديم الرحمة والرقفة وعديم المسئولية صحيح ولو خدناش موقف قوي مع هذا الولد ووالدته الناس كتيرة قوي هتقلده والناس كتيرة قوي هتاخد تعاطف الناس يعني أنا صراحة أنا مستغرب الست الولدة اللي المفروض كبيرة بلغت من العمر عتية واشتعل الرأس شيبا منها لما يعني تمشي ورعايل زي دا ودي أم كبيرة الله أعلم ضغط عليها ولا إيه ولا معرفش إيه القصة بس دا عبس دا حاجات يعني حاجة كده يعني تجلب الإشمئزاز للشخص مما يعني يخليه يتقيق من اللي بيشوفه دا ما احنا شايفين إن دي أم بتحب ابنها ولكن من الحب ما قتل تحبه فتطلع تجذب وتطلع تفشر وتطلع مع دا فيه فيديو ابقى تابعنا في الحلقة دا أنا صبرك عليها مع المستشار طيب أنت تتوقع طيب أنت تتوقع العقوبة إيه؟ أنا أتوقع أن فيه سلسلة من الاتهمات تتعدد العقوبات بتعدد الجرائب وعايز برضو أهبس بأذن كل أم بتمشي وراء ابنها في تسهيل جريمة أنت تقتلي في ابنك الإنسانية وتقتلي في كل شباب مص أن يعملوا زيك ويقلدوك ويقلدوا ابنك وبعدين ممكن تكوني تسني سنة سيئة يتبعك فيها غيرك سنة مهببة أنت سيئة أنت هتتنالي جزائك عن هذا الجرب وكل من يحاول أن يقلدك الجريمة خطيرة يا إبراهيم بيه؟ لا ولازم ناخد بحق كل مريض سرطان كان سبب فيه هذا الكلب معلش الكذاب الأشهر كان سبب أنه ييأس ويعني يزعزع الثقة فيه ويكون يعني عنده خلاص خلل وعدم خلاص بقى اليأس وعدم الأمل في الشفاء من هذا المرض اللعين وده سببه لناس كتير قوي 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 معانا المستشار أنا لو شفت مريض بالسرطان ممكن مساعدوش أو أي مريض مساعدوش أقول يمكن يكون كذاب أشر وهو ممكن يكون مستحق العطف ومستحق المساعدة المادية أو المعنوية لا ده مستحق يكون في العدسية مستشفى الأمراض العقلية طيب بالنسبة للأم بقى الستة الكبيرة اللي المفروض محترمة اللي أنا بسميها سامحوني طبعا مشاهدين واخدين اللي أنا بتكلم معهم بأسلوب يعني في عمية علشان أوصل قدر الإمكان للمشاهد الستة بقى الكبيرة الشايبة العيبة اللي رجل وراء ورجل قدام هتقابل أبراها خلاص دي عقوبتها إيه وإيه موقفها القانوني في هذا الأمر أنا بعد هزنك يا إبراهيم بي أنا بتحفز على الوصف لا أصلي ده عبس أصلي لا مرضى السرطان يا معالي المستشار يا معالي المستشار لما تيجي لا ثانية واحدة التحفز يعني إيه يا معالي المستشار لما اتنين يطلعوا يعبسوا ويكون في عبس بعقول واستخفاف الناس ويكون في مرضى السرطان بتتابعوا واخدينهم قدوة لرحلتهم كما يدعون تمام ويخلي ناس من مرضى السرطان اللي هو تسعين في المية من الشفاء بتاعهم إنهم يعيشوا على الأمل والتفاؤل وإن حد يأخذ بأيديهم إلى حياة وإلى أمل وإلى تفاؤل وإلى غير ذلك وتيجي واحدة زي دي هي وابنها بعد ما هذا الأستاذ طلع وعمل فوتو سيشن هو ووالدته قال لك إيه وصييت الأخيرة وأنا يقاست والمرض انتشر في كل جسمي ومش عارف إيه وما يتمش دفني بالليل أنا بخاف من الظلمة تفونوني بالنهار يما إيه العبس ده لمعلومات ساعتك هذه الوصية ذاتها مسروقة من مريض حقيقي بالسرطان يا فندم أنا مليش دعوة مليش دعوة مسروقة ولا مش مسروقة أنا ليه دعوة هو عمل ايه أكتر من سبعين ألف أكتر من سبعين ألف متابع ليه من ضمنهم أو من أغلبيتهم مرضى السرطان لما يعبس بيهم وبعقولهم ويخلهم ييقاسوا من الشفاء ويتقاعصوا يبقى ده إيه ده ياخدوا بالجزمة يا معاي المستشار شكرا يا معاي المستشار أتقدم بحضرتك بخالص الشكر والتقدير البيئة هكشف لكم النهاردة جريمة حاجة كده فريدة من نوعها إحنا ما شفنهاش في المسلسلات حاجة كده يعني سامحوني اللي أنا أقول سامحوني إيه أستغفر الله العظيم يا رب وحزبي الله ونعم الوكيل طالع البيئة قبل ما يتم القبض عليه واستجوابه من النيابة العامة وكل ده هيتم ذكره النهاردة في الحلقة البيئة طالع هو ومه قبل ما النيابة تيجي تقبض عليه طالع هو ومه كده في فيديو يدعي وإنتو مش عارف إيه والولية نمؤخذة يعني حسب يا الله ونعم الوكيل في اللي مش عارف إيه واللي يشف شفت 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 كنت يا بعيدة ده أنتو خلته ناس تيأس خلته مرضى سرطان بيتنشاؤه على ظرة من الأمل خلته امتيأسه منكم لله أنتم وأمثالكم مرضى السرطان خط أحمر والعبس بالمرضى خط أحمر لا ومن أجل ايه من أجل الشهرة مكانكم في مستشفى الأمراض العقلية أنت وابنك وكل من ساعدكم وهو عارف تدلسكم وكسبكم أنا هزر النهاردة في الفيديو كم حاجة طالع هو والدته يتكلمه ناس بيقولوا اللي انت مش تعبان قادل إشعاته ده ياريته بيعمل الإشعة كده اللي هو بكده قدام الكاميرا لا قادل إشعاته واده التحاليلة واده مش عارف ايه ويعمل نفسه بيعاية ممثل ما شفناهش ما شفناش والله ما شفت العينة دي في السيمة ما شفتهاش بين الممثلين ده الممثل ما بيعملش كده اللي بيمثل النجوم نجوم التمثيل والفن ما بيعملوش كده ما بيحبكوش الدور كده بس انت مفقوس ليه؟ لأنك باطل ومن بني على باطل فهو باطل يا محمد يا أمصان وجزائك جاي جزائك جاي لأن مرضى السرطان خط أحمر مرضى السرطان خط أحمر الرسالة وصلت الفيديو ده فيه بقى غمز ولمز وهي تغمزه وهو يغمزها بصوا احنا هنشوف الفيديو ده ولكن خلونا نخرج فاصل ونرجع لكم اوعوا تروحوا في أي حد اشتركوا في القناة أحباء المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل وكنت بنوح على الفيديو اللي هيتم إزعته على حضراتكم الآن يظهر فيه محمد قمصان هو ووالدته الفيديو ده لو ركسته فيه هتلاقوا مهازب والله اقسم بالله هتلاقوا مهازب على فكرة أنا منفعل النهاردة لحاجة واحدة بس لمرضى السرطان كل اللي هممني في الحوار كله هو مرضى السرطان لإن فيه ناس اتأذت نفسيا بسبب محمد قمصان ده فيه ناس يعني يأست وفقدت الأمل في الشفاء بسبب عيل تافه مريض شهرة عايزة شهر والله ناس وحالات فقدت الأمل حالات يعني تخلي العين تنزف بدل الدموع دم لما يكون مريض السرطان عايش على الأمل وعايش على التفاؤل وعايش على يعني الناس اللي حواليه ودعمهم ليه نفسيا ومعنويا ويجي واحد زي ده يدعي مرض خطير يعني ايه ده وفي النهاية يقول المرض انتشر وخلاص دم كله يعني انتشر فيه المرض وخلاص بقى وصيتي وما تتفنونيش بالليل واتفنوني بالنهار ايه ده فيه ناس عايشة على الأمل فيه ناس ما بتنامش الليل خوفا من هذا المرض وانتشاره مرض السرطان عايزين يعني يتاخدوا كده من ايديهم الى بر الأمان بر السلامة بر الطمأنينة بر التفاؤل بر الدعم مش كده سيادة المستشار يعني بيعدل عليها وانا بانفعل لا امفعل يا سيادة المستشار لا لغاية هنا مرضى السرطان خط احمر مرضى السرطان خط احمر مرضى السرطان اللي عايشين على الأمل يا معاه المستشار خط احمر الفيديو ده مهزل بقى عايزكو تركزه فيه كده تعالوا نشوفه هنعلق عليه تمام وهمشي معاكو كده هفصصه واحدة واحدة عشان اوريكو المهازل وقلة الأدب والسفالة للأسف سامحوني عشان انا منفعل انفعالا يعني مرضى السرطان خط احمر تعالوا نشوفه الفيديو اللي الناس بتشهر بيا بقى لها كاميو عايزة اطلع بطة عالناس كلها اللي بتقول انا بعمل كده عشان اتشهر انا لو بعمل كده عشان اتشهر هقول كده اليوم اتنين مش هربح سنين مش هلاقيها حاجة حلوة هي ايا مش حاجة حلوة محدش يشوفه اللي شايفه المرض هيعرف انا بقول ايه مش هلاقي النهاردة ناس طلعت شهر بيا وتقول انا مش تعبات اصلا وبعمل كده عشان اتشهر التحاليل هيا ده شعال الشعال تحاليل كلها محدش ليه حاجة عندي محدش ليه حاجة عندي اتشهر ما اتشهرش محدش ليه حاجة عندي اللي بيقول عليها ده اتشهر اللي هي تتشهر شهرتي وانت هتعرفها لأ اسم تعبال له اربح سنين وتعالشت تلتان والتعليق والعلاج خهم غلط اتشخصت بقال اربح سنين اتشخصت سنتين غلط وسنتين بتعالي بتعالي بالسرطان واحنا اصلا كلمة السرطان ديت ما كناش عايزين حد يعرفه طالق وحزبا الله نعمل وكيل عليه جعل ابنه ويقول عليه ده هو مش تعبانه وعيد انشاء حزبا الله نعمل وكيل احنا اساسا مش بتحفيده ولا ولا بدنا حبه الكلام ده ولا كنا احبه انه يبع ابن عيانك وتعايزاه يبع كوي زي اخواته صحو احلوه زي اخواته احنا الناس كلها تعرف وحزبا الله ونعمل وكيل في كل من يتكلم علي م folks وطلعت نهار وطلعت نهار ده خبر تموت وطلعت نهار ده خبر تموت اتصل عليا وتقولي هو محمد حالجماء حزبا الله ونعمل وكيل حزبا الله ونعمل وكيل وكل من يجا على محمد يبع ناريس زيه وتبع أم وزيه وزي حزبنا الله ونائبنا الوكيل اول حاجة انا مش مجبر اسبط لحد واللي يصدق يصدق ولي ما يصدقش ما يصدقش بس انا اكتر حاجة بترجعني اكتر حاجة بترجعني اللي بحد شايفني واعرف انا في ايه ويطلع يتكلم علي والناس من بلدنا كمان مش كويسين بحسب ان عليهم لن ونهار بص انا اخر اقفل عشان اقفل الموضوع ده اللي عايز يصدق حاجة يصدقها ولي ما يصدقش ما يصدقش وبالنسبة الناس اللي كانت بتدعمني نفسيا مش الناس اللي طلقت انا بعمي كده عشان اتشهره واتلم تبرعات في ناس موسوك فيها وعارف عارضت عليها كم مرة مساعدة مادية طالما الكلام بقى كله معروف الناس عارضت عليها مساعدة مادية وانا رفضت والناس دي شايف وعارف لكن ما يجيش حد يقول علي انا بعمل كده عشان اتشهر طب انا بعمل كده عشان اتشهر مش باتشهر يوه اتنى مش اربع سنى حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسب يا الله ونعم الوكيل حسب يا الله ونعم الوكيل يا اخي حسب يا الله ونعم الوكيل فيك وفي امك اللي قاعدة جمت ايه التمثيل ده ايه المهزلة دي تعالوا كده هاتوا الفيديو بس من غير صوت ونمشي معاه واحدة 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 كده بس ركزلي اه انا عايزك تركزلي على الغمزة غمزة امه ليه وغمزته ليها قال يعني يلا يما تكلمي قمة السفالة بص انا بطالب باشد العقوبات اللي تتطبق على هذا الكائن هو وامه لان انا قلت مرضى السرطان خط احمر وده هدم نفسية ناس كتير وده خلى ناس كتير من مرضى السرطان تفقد الامل في الشفاء بسبب ما يسمى بوصيته الاخيرة واعلان انه ايه خلاص بقى وقفت العلاج وقفت الكيماوي والحقين يما اه لا تمرضه فتمرضه ما ممكن ربنا يبتليك انت والحجة بهذا المرض عشان تعرفوا يعني المعاناة الحقيقية اللي بيعانوها مرضى السرطان مين اه تعالوا كده نشوف الغمزة دي تعالوا شوفوا بصوا بيغمزها قوي اه كلمي يما يلا اجزيبي يما يما ايديني في الكذب ايه اللي تقدب ايه اللي التربية سفالة سفالة ويعني الكنترول فتحلي الصوت يعني في ويدني انا مش عارف اتكلم ولا انتوا ايه كايدكو بالضبط مش فاهم ماشي خلاص فهذا الشخص اطالب على الهواء مباشرة بيعني اقصى العقوبة ليكون عبرة لمن خلفه عبرة كده لكل من تسول به نفسه ان يعمل زي الكائن ده لغرض الشهرة او لأي غرض اخر انا عندي كلام كتير بس ده ما يستهلش اللي انا اضيع وقت الحلقة عليه اكتر من كده عره وهيتحسب بالقانون تعالوا بقى نشوف النصيبة السودة حاجة كده تصد النفس والله فتاة بلغت من العمر 16 عاما حملت من شاب عنده 17 عام عيال احنا حاجة كده شوفوا الخبر على الشاشة شوفوا النصيبة السودة طالبة الثانوية الحامل هات الخبر تاني قبل ما تنقل هنا قبل ما تنقل يا احمد ركز كده معايا يا احمد علشان انا زهقت طالبة الثانوية الحامل كنا بنتقابل في شقة جده يا صلاة النبي هات كده الخبر اللي انت استعجلت عليه كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة الحمل السفاح لطالبة اولى ثانوي رانيا 16 سنة من زميلها فهد 17 عاما عن ان اللقاءات الحميمة بينهما كانت في منزل جد الطالب في المؤطم وان الطالبة فقدت عزريتها منذ اللقاء الاول ثم تكررت اللقاءات حتى حملت منه وبعدها تم الاتفاق بين الاسرتين على الزواج العرفي وقدت الطالبة اشهر الحمل في منزل اسرتها لكن الخلاف نشب بين الجانبين بسبب الخلاف على نفقات الولادة والنبي دا اسمه كلام؟ طب بالله دا اسمه كلام؟ برضو في حادثة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته والأب راعي ومسؤول عن رعيته اللي هو او اللي هم ابناءه هو احنا في ايه بالضبط؟ هو احنا كل يوم نسمع بلوي من دي ليه؟ هي البلد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بيعبر بمصر وبشعبها الى بر 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 الأمان ما بينامش بيواصل الليل بالنهار الحكومة ما بتنامش وزارات الليل ونهار في استقبال الناس والمواطنين وزارات ما بيناموش من أجل ايه؟ ها؟ رفعت هذا الوطن رفعت هذا الوطن رفعت شأن هذا الشعب وإحنا نعمل كده فين التربية؟ وفين أنا مش عارف علق بصراحة أبوها فين؟ ولا أموها فين؟ ولا فين؟ فين اللي ربوها؟ ولا دا ايه بالضبط؟ والتاني المستهتر التاني دعيال دعيال فين الرقابة وفين التربية؟ كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعياته كيفية أرف باقة؟ حفظوا على بناتكم باقة؟ كيفية دياسة باقة؟ إلا ما الرحمة منكم الرحمن؟ إيه اللي بيحصل دا وإيه اللي إحنا بنشوفه دا؟ من مهازل ومن قلة أدب؟ ومسخرة؟ ما كل أب يحفظ على بنته ويرقبها ويعلمها القيم والمبادئ والأخلاق والدين ويعرفها الصح ابن الغلط دا أنا أعرف ناس كتير هم السبب في فساد بناتهم بسبب التفتح وبسبب المسخرة اللي هم حاجات كده لا تسخر حاجات لا تسكر الناس المحترمة بتربي عيالها الناس المحترمة بتربي عيالها على الصح والغلط مش الأب يلوي النهار مش عارف بيعمل إيه ولا إيه وسايب بنته ولا في إيه بزبط 16 سنة وهو 17 سنة وحدث حمل يا صلاة النبي أحسن لأ ونجي نجري على المحاكم واللوم الدولة والقانون لازم يجيب حقنا هو دا اللي احنا فالحين فيه نبقى سيقين الترابي ونجيب اللوم على الحكومة نبقى بكحين ونعمل كوارث ونجري لازم القانون ياخد مجراء لازم مش عارف إيه وقنشد مش عارف إيه طيب ما تربي بنتك الأول ما تربي ابنك الأول خليك راجل الأول وحفظ على بنتك بدل من أنت يعني في بعض الناس أنا ما بعممش عشان الناس ما تاخدش الكلام دا معمم أنا أعرف بعض الناس البيت عندهم كده مردغانة اللي يخش يخش واللي يخرج يخرج سفالة وقلت أدى بلا دين ولا أخلاق ولا ضمير ولا حاجة خالص ما بيخرجوا علينا البلوة دي من البيئات دي المهازل والقضايا دي اللي احنا بنشوفها بتخرج من البيئات دي ما فيش ناس محترمة يخرج منها الكلام دا أبدا أبا عملا يتكلم في القيم والمبادئ والأخلاق وهو أصلا مش مرب ابنه الأمة عملا تتكلم في مش عارف ايه وبتاع وبنتي ومش وهي سبب فسادها إلا مراحي مراحمن إلا مراحي مراحمن أنا بتكلم عن قلة عايزين نساعد بلدنا عايزين نفوق ونبقى محترمين ونحط ايدينا في ايد مؤسسات الدولة وننهض ما نشغلش الدولة وما نشغلش الرأي العام بقضايا السبب فيها خلل في التربية أنا بصراحة حاجة كده أستغفر الله العظيم يا رب إيه اللي بعده قاتل والدته بعبدين واحد كده أتل والدته في عبدين طب ليه بقى؟ تعالوا نشوف الخبر تجديد حبس متهم أتل والدته لعلمها بعلاقته الغير شرعية مع سيدة في عبدين الله 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 تعالوا بقى كده نشوف ايه بعض التفاصيل من الخبر ونجح رجال المباحث بمدرية أمن القاهرة في القبض على موظف قتل والدته في عبدين خش من فتح أمره بعد معرفتها بوجود علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة حيث تلقى قسم شرطة عبدين بلاغ من هاهمين موظف يعني حاجة كده أنا مش عارف والله مش عارف أقرأ الخبر ده إزاي حاجة محزنة واحد يقتل والدته واحد يقتل والدته بسبب يعني إن لله وإن إليه راجعون مفاده اكتشاف مقتل والدته وصرقة ريسيفر وأجهزة إلكترونية فانتقل رجال المباحث إلى المكان وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث تبين عدم تردد أحد على الشقة سوى ابنها وبضبطه والضغط عليه اعترف بارتكاب الواقعة بعد معرفتها بوجود علاقة غير شرعية مع زوجة صديقه ودخلت في مشدة معه وأثناء نومها كتم أنفسها بوسادة خشية افتضاح أمره وتم تحرير محضر بالوقعة وتولت النيابة التحقيق يعجز لساني في حديث برضو بما معناه إن البنى آدم البنى آدم إذا كان بنا آدم اللي بيزني بامرأة متزوجة دا ليه نص عذاب الأمة فقابره الأمة نص عذاب أهل النار فقابره دا الوحدة لا بيفلح دنيا ولا آخرة لا ربنا بيرضي لدنيا ولا آخرة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأنا مش عارف بصراحة على أنا بس بأوريك البلد فيها إيه؟ الشعب بيعمل إيه؟ أنا بأوريك الشعب بيعمل إيه؟ يعني أنا بأوريك دلوقتي الشعب بيعمل إيه؟ خلاص؟ في عز ما السادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بيوصل الليل بالنهار عشان ينهض ينهض بالبلد دي وبشعبه شفتوا؟ ونجي اللوم عالدولة ونجي اللوم عالحكومة ونجي اللوم عالمشعارف إيه ما إحنا بايزين حكومة شغالة الدولة شغالة الريس شغال ليل ونهار ما بينامش ربنا يعينه سادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد الأمة العربية طب ما نساعده؟ نصبط نفسنا ونساعده بدل ما نركز في التفاهات نتقي ربنا ونكتنب الشبهات والكبائر ونركز في حاجة تفيد البلد نركز في صناعة في تجارة في أي حاجة تفيد البلد تعالوا بقى الخبر خبر حظر حسابات ترامب على التواصل الاجتماعي تعالوا كده نشوف الخبر على الشاشة تويتر تحت الحصار دعوات لأنصار ترامب بالزحف نحو مقر الشركة ردا على حسف حسابات الرئيس ومستشاريه توافد حفنة من المؤيدين والأمن يكثف إجراءاته إدارة الموقع تستبق التظاهرات بحظر سبعين ألف من أداع كيو آنون شوفوا يعني تويتر بيتحكم هو يعني تويتر ووسائل السوشيال ميديا بتتحكم اهيه بتتحكم تحزف مين وما تحزفش مين ودي أمريكا اللي كانت مصدعانة بالديمقراطية ودي أمريكا اللي كانت مصدعانة بحقوق الإنسان اهيه حزفت حسابات ترامب حزفته فين حقوق الإنسان فين لا والأغرب من كده إن يحزفه حسابات ترامب عادي عادي لكن يسيبوا حسابات جماعة الإخوان الإرهابية ويسيبوا حسابات تنظيم القعدة ويسيبوا حسابات بعض الجماعات المتطرفة على تويتر ده عادي عادي الكلام ده يسيبوه عادي أما حسابات ترامب على جميع وسائل السوشيال ميديا وحظره ده حاجة كده غير طبيعية طب من باب أولى ما أنتو تحزفوا لنا بقى جماعة الشر الحسابات اللي عملت تروج للأكاذيب وعملت دلس وعملت تنشر الفتن بين الشعب المصري من أجل إسقاط هذه الدولة ولكن عمر ما الدولة دي تسقط وقلت في حلقاتي ربنا حامي مصر ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ربنا سبحانه وتعالى أرسل وبعت من وجهة نظري السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمينا على مصر نقض مصر ربنا بعته أمين بعته ينقض مصر ونقضها نقضها من كيد الكائدين ومن شر الأشرار سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مهما قلت من كلمات أنا مش هوفي حقه وفي حلقات جاية كتير هقولكو هذه القامة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الأمة العربية يعني كان بيعمل إيه يعني كان بيعمل إيه وكان بيجاهد إزاي علشان يعبر بمصر وعبر بيها بالفعل بدلها من حال إلى أحوال بدلها من حال كانت بتغرق فيه إلى أحوال في أعلى عليين طورها من إنشاءات كباري ومشروعات وحاجة كده لا تعد ولا تحصى أنا بقول يحيى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الأمة العربية وتحيى مصر ويحيى جيشها العظيم وشرطتها الباسلة حماة الوطن طبعا إن شاء الرحمن انتداءا من الحلقة القادمة يعني هنفتح باب المداخلات الهاتفية وهيبقى الرقم على الشاشة دايما طوال الحلقة عشان اللي عايز يخش مداخلة هاتفية وده الرقم الخاص بفريق عمل البرنامج على الشاشة قدامكو لتلقي جميع شكاوى المواطنين لتلقي جميع شكاوى المواطنين إحنا في خدمة الناس البرنامج اسمه الحياة والناس برنامج سياسي وطني من الدرجة الأولى اجتماعي أسري يناقش كافة القضايا الأسرية والاجتماعية وحتى الأسرية ففي نهاية حديثي عايز أقول عايزين نطهر قلوبنا في نهاية حديثي عايز أقول عايزين نبدل حالنا من حال إلى أفضل وأحسن الأحوال عايزين نطبق لا يؤمن أحدكم حتى يحبوا لأخيه ما يحبوا لنفسه عايزين نطبق في مجتمعنا إلا أنا ما أقزيش حد إلا أنا ما شهرش بحد إلا أنا ما كونش سبب في فتنة تأذي مجتمع وتأذي شعب وتأذي أمة بأكملة إلا أنا ما خليش حد من جماعة الإخوان الإرهابية وإعلامهم اللي شغال ليل ونهار بيعودوا كده للسقطة ولللقطة اللي هم يعني لا شعب المصري واعي شعب المصري أنا واثق اللي هو مش هيسمح لأي حد مهما كان هو مين إنه يقرب للبلد دي ويقرب من شعب مصر العظيم وليس عايزين نتغير حملة كده من برنامجي على الهوى للتغيير للأحسن نقف جنب الحكومة نقف جنب الريس نقف جنب الجيش نقف جنب المسؤولين ليه إيد على إيد يعني إيد كده على إيد تسقف لكن إيد لوحدها ما تسقفش عايزين نقف كده بقلوبنا وقفة رجل واحد ونغير من حالنا إلى أحسن حال ونقف بجانب سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي ما بينامش بيواصل الليل والنهار ونقف بجانب الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة إلى هنا وصلت نهاية هذه الحلقة على آمل أن ألتقي بكم في حلقة قادمة انقدر الله لي البقاء في الدنيا واللقاء سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته مشكلة شكرا 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 شكرا